بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل وصلاة وأتم وتسليم أبناء الطلاب بناة الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم معلمكم السادة علي القحطاني ويرافقني في لغة الإشارة زميلي يا للسادة عبدالسلام المغينين بمشيات الله نسأكمل وإياكم دروس مادة الرياضيات للصف الرابع الإبتداء ودرسنا اليوم يا مبدعين ويا مبدعات وامتداد للدرس الماضي الذي كان يحمل عنوان المستوى الإحداثي إذن استعرضنا مفاهيم أساسية وبعض الأمثلة وبعض التدريبات اليوم بإذن الله نستكمل وإياكم حل بقية التدريبات إذن ننطلق وإياكم إلى فكرة الدرس استعمل الأزواج المرتبة لأجد النقاط على المستوى الإحداثي وأسميها استعرضنا وإياكم كذلك في الدرس الماضي يا ابناء بناتي هذا الاستعداد وحددنا بارك الله فيكم كيف وصفنا كيف ننتقل إلى بيت عادل من هذه الخريطة وهذه الخريطة قلنا أنها تمثل ماذا؟ تمثل بارك الله فيكم المستوى الإحداثي وقلنا وعرفنا المستوى الإحداثي أنه عندما يتقاطى خطاء أعداد عند نقطة الصفر لكل منهما إذن ابناء بناتي كذلك استعرضنا في هذه الشريحة وإياكم المستوى الإحداثي وتعرفنا عليه أكثر وأكثر وقلنا أنه التقاء بارك الله فيكم خطي أعداد خط السينات وخط الصادات وتقاطع أين ابناء بناتي في نقطة صفر لكل منهما وهذه النقطة أسميناها نقطة الأصل إذن هذا المحور السينات وهذا محور الصادات وتعرفنا على نقطة الأصل بارك الله فيكم وتعرفنا كذلك بارك الله فيكم أن النقطة خمسة وثلاثة وهي بيت عادل بارك الله فيكم أنها ماذا تمثل؟ تمثل بارك الله فيكم العدد الأول خمسة يمثل الإحداث السيني والعدد الثاني ثلاثة يمثل الإحداث الصادي وأسميناها كذلك ماذا؟ زوج المرتب أو الإحداثيات إذن الآن ننطلق وإياكم لحل بقية التدريبات يا مبدعين وفي هذه التدريبات يقول سم الشيء الذي يقع عند كل كلا من الأزواج المرتبة التالية السؤال رقم ثمانية عشر الزوج المرتب تسعة وستة هل تستطيعون تحديد ما هو الشيء الذي يقع عند النقطة تسعة وستة؟ تفضل يا مبدعين تسعة وستة وصلتوا الإجابة بارك الله فيكم حتى نحدد ما هو الشيء الذي يقع عند الزوج أو الإحداثي الإحداثيات تسعة وستة نقول ننطلق من نقطة الأصل الإحداث السيني كم يا أبطال؟ تسعة إذن أنطلق إلى التسعة ومن ثم الإحداث الصادي كم يا أبطال؟ مبدعين ستة إذن سأصعد إلى الأعلى حتى العدد ستة ماذا يقع هنا أبنائي و بناتي؟ المكتبة إذن بارك الله فيكم نكتب الإجابة هنا المكتبة طيب سؤال رقم تسعة عشر الزوج المرتب إثنان وثمانية تفضل يا مبدعين حددوا ما هو الشيء الذي يقع عند النقطة إثنان وثمانية تفضل و بارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للق궁 ترجمة نانسي قنقر هيا مبدعين وصلة الإجابة بارك الله فيكم إذن نريد أن نحدد ماذا يقع عند الإحداثيات الثنين وثمانية إذن ننطلق من نقطة الأصل على السينات اثنان ومن ثم نصعد إلى الأعلى إلى الثمانية ماذا يقع؟ حاوية الوسائل بارك الله فيكم إذن نكتب هنا حاوية الوسائل طيب سؤال رقم عشرين خمسة وواحد تفضلوا يا مبدعين هيا أبطال ماذا يقع عند الإحداثيات؟ خمسة وواحد هيا أبطال نبدأ من نقطة الأصل وننطلق في السينات كم يا أبطال؟ خمسة ومن ثم نصعد إلى الأعلى واحد إذن ماذا يوجد هنا؟ طاولة المعلم بارك الله فيكم إذن نكتبها الآن لدينا سؤال واحد وعشرون النقطة واحد واثنان ماذا يقع عند هذا الزوج المرتب بارك الله فيكم؟ مفضلوا يا مبدعين هاي مبدعين وصلت الإجابة؟ بارك الله فيكم إذن ننطلق من نقطة الأصل الحداث السيني واحد ومن ثم الحداث الصادي اثنان إذن نصعد إلى الأعلى اثنان ماذا يوجد هنا؟ البراية إذن نكتب هنا أبناء بناتي الجواب هو البراية إذن بهذا الشكل استعرضنا إجابات هذه الأسئلة الآن ننتقل وإياكم إلى الأسئلة التالية حدد الزوج المرتب لكل من الأشياء الآتية سؤال رقم اثنان وعشرون علاقة الملابس تفضلوا يا مبدعين هاي مبدعين وصلت الإجابة أين تقى علاقة الملابس أبناء بناتي نحتاج أن نحدد مهارك الله فيكم الأحداثيات إذن هذه علاقة الملابس ننتقل إلى الأحداث السيني كم؟ خمسة والأحداث الصادي تسعة إذن أبناء بناتي علاقة الملابس تقع عندها خمسة وتسعة إذن بهذا الشكل عجبنا عليها الآن مجلة الحائط أين تقع يا أبنائي؟ تفضلوا يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر هاي مبدعين وصلت الإجابة بارك الله فيكم إذن مجلة الحائط نحتاج أن نحدد أين تقع إذن هذه مجلة الحائط الأحداث السيني واحد الأحداث الصادي ستة إذن تقع عند الزوج المرتب واحد وستة الآن الباب أين يقع يا أبطال؟ تفضلوا يا مبدعين هاي مبدعين أين يقع الباب؟ بارك الله فيكم استطعت تحديده هنا هذا هو الباب هنا عنده نقطة الأصل إذن كم تكون الإحداثيات؟ مبدعين صفر و صفر الآن السؤال التالي السبورة أين تقعت تفضل يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر هاي مبدعين حددتوها؟ بارك الله فيكم إذن أين تقع السبورة؟ هنا أسعدكم الله طيب الأحداث السيني كم هنا؟ صفر هاي يا أبطال ولا كم؟ سبعة صح ولا لا يا أبطال؟ الإحداث السيني سبعة و ليس صفر الإحداث الصادي كم؟ صفر لأنه لم نصعد باقي هنا بارك الله فيكم إذن نقول ماذا؟ السبورة تقع عنده الزوج المرتب سبعة و صفر الإحداث السيني سبعة والإحداث الصادي صفر إذن بهذا نكون أجبنا على هذا السؤال و منه ننتقل إلى الأسئلة التالية استعمل المستوى الإحداثي أعلى للإجابة على السؤالين ستة و عشرون و سبعة و عشرون صف كيف تنتقل من الزوج المرتب للبراية إلى الزوج المرتب لعلاقة الملابس وتفضله مبدعين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة هاي مبدعين وصلتوا للإجابة بارك الله فيكم إذن نريد أن ننتقل من الزوج المرتب الخاص لأولي يحدد موقع البراية إلى الزوج المرتب الذي يحدد علاقة الملابس إذن هناك أكثر من إجابة محتملة أحد هذه الإجابات أبناء بناتي أن نقول سبع وحدات إلى الأعلى و من ثم أربع وحدات بارك الله فيكم لليمين و نكون بهذا وصلنا إلى علاقة الملابس انظروا معي هنا البراية سبع وحدات إلى الأعلى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة و من ثم أربع وحدات لليمين واحد اثنان ثلاثة أربعة و نكون وصلنا إلى وجهتنا الآن ننتقل إلى سؤال التالي صف كيف تنتقل من الزوج المرتب لطاولة المعلم إلى الزوج المرتب لحاوية الوسائل و تفضل يا مبدعين اشتركوا في القناة هاي مبدعين نريد أن ننتقل من طاولة المعلم إلى حاوية الوسائل هناك كذلك أكثر من إجابة محتملة أحد هذه الإجابات أن نقول سبع وحدات للأعلى و ثم ثلاثة وحدات لليسار انظروا معي بارك الله فيكم هنا هذه طاولة المعلم سأنتقل سبع وحدات إلى الأعلى بارك الله فيكم و من ثم ماذا؟ ثلاثة وحدات لليسار فنكون بهذا وصلنا إلى وجهتنا الآن ننتقل وإياكم إلى الأسئلة التالية ملف البيانات خرائط تساعدنا خطوط الطول والعرض على تحديد المواقع على الخرائط و هذه الخطوط تشكل مستوى إحداثي هنا أبناء براتي لدينا خريطة المملكة العربية السعودية و نرى خطوط الطول والعرض و هي التي تشكل لنا هنا ماذا؟ مستوى إحداثي السؤال رقم 28 ما المدينة التي تقع؟ جانب خط العرض 26 و خط الطول 50 تفضل يا مبدعين هاي مبدعين مصرات الإجابة بارك الله فيكم إذن انظروا معي بارك الله فيكم هنا خط العرض 26 إذن هذا هو خط العرض 26 بارك الله فيكم طيب خط الطول 50 هنا بارك الله فيكم إذن ما هي المدينة؟ هي مدينة ماذا؟ الدمام إذن نكتب هنا الدمام طيب يا أبطاء ما خط العرض والطول اللذان تقع بجانبهما مدينة الرياض إذن أبناء بناتي حددوا بارك الله فيكم خطاء الطول والعرض التي تقع بجانبهما مدينة الرياض تفضلوا يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر هاي مبدعين وصلت لإجابة بارك الله فيكم إذن نريد أن نحدد الخطان الذي يقعان بجانب مدينة الرياض إذن أبناء بناتي هنا لدينا خط العرض وهو 24 طيب خط الطول 47 إذن نستطيع أن نقول عرض 26 و طول 47 و بهذا نكون أجبنا على هذه الأسئلة الآن ننتقل معكم إلى السؤال التالي مسائل مهارات التفكير العليا اكتب كيف يختلف الموقع اثنان و أربعة عن الموقع أربعة و اثنان على المستوى الإحداثي اشرح إجابتك تفضلوا يا مبدعين هيا أبطال صوت الإجابة بارك الله فيكم إذن نستطيع أن نجيب على هذا السؤال و نقول لتمثيل النقطة اثنان و أربعة أبدأ من نقطة الأصل صفر و صفر و أتحرك إلى اليمين وحدتين ثم إلى أعلى أربع وحدات و لكن لتمثيل النقطة أربعة و اثنان أبدأ من نقطة الأصل كذلك صفر و صفر و أتحرك إلى اليمين أربع وحدات ثم وحدتين إلى الأعلى فنرى هنا الاختلاف بارك الله فيكم و مع هذا السؤال نكون وصلنا و إياكم إلى ختام درسنا لهذا اليوم تقبلوا فائق التحيي و الاحترام مني أنا معلمكم علي القحطاني و زميلي في لغة الإشارة بالسالح بالسلامة و مغينيين في أمان الله